طيب نروح مع حضراتكم لموضوع تاني حين الأيام اللي فاتت العالم كله بيتابع مسألة الموجة الستة من كورونا خاصة مع زيادة الإصابات في الصين اللي كلنا سمعنا عنها وخاصة يعني أنه ناس متشوقة أنها تسمع أخبار كورونا لأنه عندها شوية تخوف من اللي بيحصل برا لأنه بعد شوية بيتنقل في كل الدول خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الإعلامية الصينية فيحاق وأنجل التي تنضم لنا عبر الهاتف صباح الخير فيحاق ويريد تقول لنا أكتر عن أعداد المصابين بكورونا في الصين الأيام اللي فاتت صباح الخير صباح الخير محمد وهدير أهلا تهلا أهلا نعم حاليا عدد فيروس كوسيدا 19 إلى 20 وحاليا مثلا في بيكين العاصمة بدأنا القيام في الحصر الصحي يعني حاليا نكون في اختبار كوسيدا 19 يوميا خاصة خلال هذه الأيام الثلاثة وأيضا ذكر حكومة ثلاثية بكين منذ نهاية الشهر الماضي أنه يتعين على سكان المدينين في العاصمة تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيدا 19 في حدود 48 ساعة للدخول إلى الأماكن العام وما زال هذا الإجراء جاري حتى الآن وأيضا عمرت الحكومة في يوم الخمسة من الشهر الجاري أصحاب الأعمال في ناحية تحويان والمناطق الأخرى التي تم فيها تعليق وسائل النقل العام وبترتيب لموظفهم للعمل من المندل اعتبارا يوم الثلاثة من الشهر الجاري بسبب عودة ظهور كوفيدا 19 وأيضا قال المتحدث باسم حكومة البلدية إنه بالنسبة للذين يتعين عليهم وصلت العمل في مكاتبهم ينبخي تشجيع القيادة بأنفسهم كما ينبخي على المسافرين إلى العمل يوميا تجانب التجامعات المكتبية ومحاولة عدم ديارة أماكن أخرى خيرة بكاتبهم ومناظرهم والحمد لله هل تم تكشف عن سلالات جديدة؟ تفضل سلالات جديدة نعم سلالات جديدة يعني نزال الزلالة أوميكرون أوميكرون طيب هل كان الفيروس ولكن ازداد قوتها على انتشار عظيم هل كان اختفى فيروس كورونا نهائيا وكيف رصدتم عودته مرة أخرى؟ بصراحة لم نتوقع عودة كوفيد ناتين إلى سيني بهذا الحد الكبير ويعني هذه الأيام كانت حياة والعمل صعب جدا حقا ولكن لدينا ثقة بالتخارب على هذه العربة المعقبة بالتأكيد ويعني نظرا لأظروف الواقعية في السيني مثلا عدد السكان يعني كتافة السكان شديدة جدا خاصة في المدين الكبرى أما موارد التريبية متوترة جدا لذا تشدع الحكومة على المواطنين لديهم بإجراءات الوقائية الصورة مثل اختبارات وبقائف البيوت هكذا ومثلا في باكين قال يعني الآن الوضع الآن الوضع تكير وكلا يوم يعني يوميا ظهر عدد السبات جديدة خمسونة تقريبا كلا يوم وأما بمثبت المدينة في شانه كما تعرفنا كما يعني متواصف تماما والآن قد انتهت خلق المدينة في بعض المناطق ماذا عن اللقاحات والجرعات التنشيطية للقاحات؟ نعم اللقاحات مهمة جدا بمثبت للوقاية من الفروس يعني نحن ظلنا مشاجعة المواطنين على تلاقي اللقاحات ولكن عدد السكان السيني كبير جدا وحتى الآن تم تلاقي أكثر من مليارين لقاحات يعني قرع من اللقاحات طيب فيحاء احنا كلمنا في الإصابات عايزين نتطمن على الوفيات عدد الوفيات عدد الوفيات الآن أكثر من أكثر من عشر ألاف أكثر من عشر تلاف خلال قد إيه؟ ألاف مش واضح الصوت يعني أكثر من عشر تلاف خلال قد إيه؟ يعني بالإجمالي منذ انتلاع الظروس في نعم منذ عدد انتشاره مرة أخرى ٢٠٢٠ ٢٠٠ ٢٠٠ فيحاء هل إحنا يعني بتتوقع إغلاق لمدن سينية زي ما حصل في الموجل لقبل كده؟ يعني حالياً نحن يعني الإجراءات متخائرة كل يوم حسب الظروف الواجعية فأعتقد يعني من المتوقع أن نزول على هذا الحال لمدة شهر واحد على الأقل طيب فيحاء هل فيه إجراءات أكثر شدة من قبل؟ إجراءات احترازية إجراءات يعني إجراءات مختلفة ويعني أكثر شاملاً طيب أخبار المنظومة الطبية ايه؟ أجدي يعني الآن لا يوجد كثير من الإصابة على المؤكدة وفاجة لذا معظم موارد طيبية نستخدمها في مجال اختبارات والحجر الصحي مثلاً بناء موادع خاصة لاستقبال الإصابات المؤكدة يعني ما فيش ضغط على المنظومة الصحية؟ حالياً لا يوجد كثير من الدخول في الداخل المستشفى ونحاول تجنب حدة الإصابات أقل من دي قبل؟ إذن حدة الإصابات أقل من دي قبل؟ حدة الإصابة، الإصابة ليست قوية؟ حدة الإصابة، الإصابة ليست قوية؟ ولكن نظراً لعدد سكان السنية الكبيرة، ومن بينهم عدد كبيرة من المسلمين، يعني لديهم مناء ضعيفة، فنحن نحاول تجنب ماء الانتشار الفيروس طيب، فهل البروتوكول العلاجي متوفر؟ يعني الضروريات يومية متوفرة، نعم رغم أننا نختار بقاف البيوت وتجانب تجمعات وأيضاً زيارة الأماكن العامة ولكن لدينا خدمات التوصيل، هذا سهل جداً وتساعدنا كثيراً عظيم بكل تأكيد، ومع كمان وجود اللقاح بالتأكيد حدة الإصابات أقل حين نشكرك، شكراً جزيلاً الإعلامية الصينية فيحاء وانج، شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر